السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي الكريمات مرحبا بكم في قناة مبخدار اليوم ان شاء الله سنحضر معكم واجبس عشاء او غداء سهلة جدا فتح دير اقتصادية بمكونات جد بسيطة اهم حاجة انها بحجم عائلي وكتوجد فرمشات عين واكيد ستعجب لوليدات ديالكم كتعجب الصغار قبل ملا كبار انتمنا فعلا انا كم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم لا تنسوش انا كم تابنوا فلاشين باجتسلوا بجديد الوصفات كدليك لا تنسوش انا كم تدعموني بلايك ديالكم وستبرتجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم فنخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركتي لها اول حاجة غادي نحضر نشرمل الدجاج بالنسبة للدجاج كنعتذر على هاد القطة هذي الفوكوس ما كانش مشدود مزيان كتبان اضاء امضبوبة واحد شوية غادي نحتاج واحد الكيمياء ديال صدر الدجاج غادي نحكى عليها واحد البصلة والكيمياء كتبقى على حساب افراد العائلة ديالكم الدجاج قطعتوه شرائح يكونو طوالين ممكن انكم تعودوه بلادند بالنسبة للبصلة يكون الحجم دياله متوسط غادي نزيد عليها شوية ديال التومة اليابسة معلقة صغيرة ديال الخل ممكن انكم تديروه الحامض يكون احسن غادي نزيد شوية ديال السلسة الحرة ممكن انكم تعودوها بالهريسة معلقة كبيرة ديال سويا سوس او سلسة السوجة معلقة صغيرة ديال المطرد او الخردل بالنسبة للتوابير غادي ندير سكين جبير الملحة ما تقويبش الملحة حيث المطرد مالح و سلسة السوجة مالحة غادي نزيد شوية ديال البزار شوية ديال السكين جبير شوية ديال كامون راس معلقة و راس معلقة ديال القرفة توابير كيبقاوا على حساب الكمية اللي ديرين ديال الدجاج يعني انتم معينيكم ميزانكم انا هنا ينكون راني ديرها واحد تلتمياتة لربعمية جرام غادي نخلطهم مزيان و نخليهم على جانب على الاقل واحد العشرة ديال بقيق باش يتشرب الدجاج مزيان دك تشرميلا اللي درنالو هنا غادي نجيب واحد البصلة غادي نشل دها رقيقة غادي نديرها في المقلة ندير عليها شوية ديال الزيت شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار او الفلفل الاسود و غادي نرضى تشحر مزيان فوق نار هادئه هنا بعد ما رضيت البصلة تشحر غادي نجيب باطاطا و غادي نقطعها مربعة صغيرة كيما هو موضح في الفيديو انا هنا يدرجو جيال الحبات ديال البطاطا يعني الحجم دياله مكبير غادي نديرها في واحد الاناء غادي نزيد عليها شوية ديال الملحة شوية ديال البزار شوية ديال سكين جبير شوية ديال التومة ليبسا شوية ديال كامون و شوية ديال التحميرا شوية ديال زيت الزيتون تقريبا واحد لمعلقاء كبيرة ديال زيت الزيتون و غادي نخلطهم زيان ترجع شوية ديال تدك توابيل يدخلوا لي في بطاطا مزيان ممكن انكم تضيفو تا ازير او لسحتر على حسب الضوء ديالكم في المترجع و قمت بتصليق الونوظف بدون بو قد قامت الى ازيار الوافضل انا كم تضيفو اطري متى كونش يابس ايجيكم المضاق حسن هنا يا صفي غادي نوزعها في صفيحة ديال الفورن و انتو ما ممكن انكم تقلوها انا دايما كنفضل اني ندخل كل شي الفران احسن بطبع طليل حال حسن انا كومت قلو هنايا بعدما تشحرتلي البصلة غادي نضيف عليها الدجاج ونضع الضوء يطيب لا يأخذ معكم الوقت خصوصا إذا أردت الحامض يرجع الضوء يطيب بسهولة بالنسبة للبطاطة تجعلها من فوق ومن تحت تجعلها 10-15 دقيقة لا تأخذ لكم نهائيا الوقت سوف نضع ثلاثة البيضات يبقى على حسب الكمية البطاطة ثلاثة ثلاثة مع القكبارين الحليب ثلاثة 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 عليك ثلاثة هنا على حسب الرغبة دي لكم او تبخروها هنا غادي نجيب واحد المقلة من الافضل ان المقلة تكون غير لاصيقة ممكن هاد الوجبه هادي تديروها في شيمول كيدخل الفران يعني الخشيئ كيبقالي لكم انا هنه يدرسها في المقلة يعني باش تعتبر وجبه سريعة كتتوجد في عشرة خمساش دقيقة ماكسيموم كتوجد هنا غادي ندهن المقلة بشوية ديال الزبدة ولا ممكن انا كومت دهنوها بالزيس وغادي نوضع فيها بطاطا والبيض اللي درنا كتخلطوا ذاك بطاطا مع البيض مزيان وكتكبوها في المقلة فاش تردوها فق البطاطا حاولو انا كومت تغطيوها باش تبلكوم مزيان وتشد دراسة تم اللي فوق باش فيش ديو تقلبوها تقلبلكوم بسهولة هنا ايام بعد ما حسيت بيها بدسكة تحرك وطبتلي من التحت غادي نجيبو حت طبصيل وغادي نقلبها حاولو انكم تجيبو الطبصيل اللي يكون علي ديكم باش ما يزهق لكم مش سوف هنا بعد ما قلبتها غادي نقلبها على جهة لي مازال ما طابتشو كيما كتلاحظوه كالطيب وكتجي اللون ديالا دهابي كما قد لكم مالافضل انه غير المقلة تكون مكتل السخش وغادي نجح معاكم هذا الجواب الوجبه عفوا 100% بالنسبة للناس اللي عندهم مقالي كي يلسقوه فمالافضل انكم تديروها في المول اللي كيدخل الفران لمول ديال الججاج او المول ديال المسكوتا هنا ايام غادي ندير واحد شوية ديال الفروماج والاجبان كيبقوا على حساب اللي مطفر عندكم ممكن انكم تديرو الجوبن ديال صندويتش او الفروماج الحمر او موزاريلا انا هنا اه درت شوية ديال موزاريلا وشوية ديال جوبن بارميزون ودائما كيبقى على حساب الرغبة ديالكم على حساب اللي مطفر عندكم ايضا ممكن انكم تصغنوا عليه هنا غادي نجيب شوية ديال السلسة ديال الطماطم او السلسة ديالبيتزا كنت عندي واجدة غادي ندهن بها هكا الوجه ديال التورطية اللي درنا بالنسبة الناس اللي ما كانت كتصفر عندهم سلسة ديال الطماطم فيحكوا واحد مطيشة مع واحد ضريص ديال توم شوية ديال ملحة وشوية ديبزار ويردوهم يتشحروا سافي هنا غادي نوضع ذاك الكيمياء ديال الجاج اللي درنا غادي نوضع فوق سلسة ديال الطماطم وغادي نزيد فوق منا شوية ديال الفروماج وغادي نرده فوق البطاة طيب وغادي نغطيها بطبعة الحال غطيها باش كيدو بلكم الفروماج بالحرارة ونعودو نطلقه باش نشوفو شكل دياله النهائي غادي نحك فوق منا واحد شوية ديال السحتر وكيبقى اختياري انتو ما يمكنتوش كتصف غيرو ما دا قد السحتر عفوا استغنوا عليه فاخواتي هنا ايام بعد ما داب الفروماج والطرطية طبت من التحت نقطع لكم باش شويفو شكل دياله كيفاش جامل داخل الماداق جواله اربع اللي داقه في الدار عجباته جاسيها واحد اللي بدنا مختلفة خصوصا مع داك التتبيلة اللي درنا الدجاج اعطتها واحد منكها زوينة مع الماداق ديال القرفة جربوها اكيد غادي سعجبكم وكيما لاحظتي كتوجد فرامشة عين خمستاش عشره خمستاش لدخيقه غادي تكون الوجبة ديالكم واجدة وبحاجم عائلي الاطفال ديالكم غادي حماقوا عليها جربوها ما غاديش تندمو نتمنى فعلا انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم الى عجباتكم ما تنسوش تابونا فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم تدعموني بلايك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم وتخليوا لي في التعليقات كيف اجتكم نهاية الوصفات دمتم في رعايات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته